السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفاهم عام في الفيديو السابق تحدثنا على طريقة إنشاء حساب بايوناير من الصفر حتى تفعيل الحساب بكل سهولة ومجانا واليوم إن شاء الله غنوريكم طريقة طلب بطاقة بايوناير توصلكم حتى الباب المنزل ديلكم بدون طرق ملتوية أي واحد شاهد هذا الفيديو يقدر يطلب هذه البطاقة وبطريقة صحيحة ما فيهاش التخلويد كيف كيديرو بعض الأصدقاء إذن على بركة الله شوفوا معي الفيديو فأولا قبل ما نبدأ الشرح بالنسبة للأصدقاء لأول مرة غيشوفوا هذا الفيديو أو الأول مرة غيشوفوا القناة فضروري غتشوفوا هذا الفيديو اللي دجا شرحته في القناة هو طريقة فتح وتفعيل حساب بايوناير وربطه بالبانك المحلي خطوة بخطوة من الصفر باش تقدر أولا تنشئ الحساب ديالك في بايوناير والرابط زيال هذا الفيديو غنخليه لكم في وصف هذا الفيديو وكذلك إذا تسجلتوا من هذا الرابط اللي غنوضع عليكم كذلك في الوصف في نتاع هذا الفيديو فغتستفدوا من 25 دولار في الحساب ديالكم إذن هذه هي الخطوة الأولى لكن قبل ما نبدأ الشرح ديالفيديو ما تنسوش خوتي دير الجيم الفيديو وبرتاجيهم على الأصدقاء المهتمين بالمجال وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول ثم الخطوة الثانية هي غنجيو هنا وغنعرفوا اشنا هي بعدها هات بطاقة بايونير المسبوقة الدفع ماستر كارد اللي بغينا نجيبوه Astronomers فأولا فبنسبة البطاقة بايونير المسبوقة الدفع مستر كارد هي بطاقة فعلية وكذلك بطاقة ه водا يمكن لكم تستفدو من البطاقة الفعلية اللي هي من الموسا تقدرو بها من غيشي ديالكم وكذلك تقدرو تستفدو من البطاقة الافتراضية بالنسبة للأشخاص الذين يشيرون من الانترنت والذين يخدمون بالفيسبوك ادز ولا شوب بي فاي أو بعض المواقع الأخرى الذين يحتاجون أنهم يدفعون بالبطاقة وبالتالي فهم يحتاجون فقط الافتراضية لأنها افتراضية كيف الاسم ديالها فالسيد كيصفت لك فقط المعلومات الخاصة بها وما كتتصلش بها ملموسة ويمكنك ربطها مع أي رصيد عملة على حساب بايوناير الخاص بك ويمكنك كذلك استخدام هذه البطاقة في أجهزة الصرف الآلي أو في المتاجر أو عبر الانترنت في أي مكان تقبل فيه بطاقة ماستر كارد إذن هنا عرفنا الضرورة علاش تكون عندنا هات بطاقة بايوناير لأنها ضرورية في البزنس ديالنا وكذلك الناس اللي محتاجينها فقط للشراء الأغراض الشخصية ديالهم دبا غنمروا الأهم خطوة واللي أشنا هما المؤهلات اللي خصي يكون فينا باش اللي قدر يتقبل لنا طلب ديالنا لطلب بطاقة بايوناير لأنه كما كتعرفو فمؤخرا ولا واحد تقييد كبير على الأشخاص وعلى الحسابات يعني مش أي واحد يقدر ياخد البطاقة انتعك بايوناير وبالتالي أنا غنور لكم في هذا الفيديو طريقة شعية وصحيحة بالمئة باش توصلكم البطاقة ديالكم وكذلك من اللي تخدموا بها ويكونوا عندكم الفلوس فيها ما تواجهوا حتى شي مشكل من بعد لقدر الله إذا هنا كتقول لنا بايوناير في حال كنت مؤهلا فسيتوفر لك خيار طلب البطاقة في اللائحة الرئيسية لحسابك مع بايوناير في حال عدم توفر هذا الخيار في حسابك نرجو أن تقوم بالتواصل مع تاقم الدام يعني هنا كيقول لنا بايوناير باللي إلا كان عندك الحق تاخد هاد الكارت غا تكون عندك باينة مكان في تقدر تاخد هاد البطاقة في الحساب ديالك وإلا ما كانش عندك الحق تاخدها فرما غاديش تبال لك البلاصة باش تطلبها وهذا شي اللي غا نشرح لكم فاش غا ندخل للحساب ديالي إذا هنا غادي نرجعو أهم حاجة هنا غا يقول لنا بايوناير باش تستفدوا من هاد البطاقة سمعوا معايا يا أخوتي هو شرط واحد وأوحد اللي خس كم تحققوه باش تقدروا تطلبوا هاد البطاقة هو تعتمد الأهلية على مئة دولار كحد أدنى من المدفوعات المستلمة الى حساب بايوناير الخاص بك ولا يشمل المدفوعات داخل الشبكة make a payment والمدفوعات من المحافظ الإلكترونية مثل بايبال أو سكرير ايش فهمنا مننا اللي فهمنا مننا هو انه قال لك باللي الحساب ديالك خس يكون فيه مئة دولار كحد أدنى يعني أقل من مئة دولار ما غادش تقدر تطلب هاد البطاقة والمهم والأهم عندنا هنا هو انه هاد مئة دولار تكون جاتك من واحد الشركة من هاد الشركات وهذه هي النقطة اللي كيغفل عليها الجميع فش حال من صديق تيتسحبوا باللي يليش دل فلوس من البنكة دياله في المغرب وشراع سولد بايوناير من عند شي صديق دياله وصفت له هادك مئة دولار من بايوناير عندو البايوناير عندو غير تلقوا ليه البطاقة وهذا غلط إخواني ففقط هاد الشركات اللي أمامكم هما اللي كتخول لكم أنه توصلكم هاد المبالغ منها باش تقدروا تحققوا هاد الشرط إذن باش تركزوا معي مزيان هنا فأنا اللي كيهمني هنا واللي سهل بالنسبة لكم هو جوج ديال الشركات عندي إي باي وكذلك عندي فايفر هاد إي باي خاص بالشراء هو كيشبه لعليكس بريس مثلا هير هو هاد إي باي كيين في أمريكا وهاد فايفر هو عبارة عن موقع كي يقدم لنا مجموعة من الخدمات إذن اللي حد هنا فهمتوني باش تحققوا شرط مئة دولار ضروري وحدة من هاد الشركات هما اللي خصومي يصفتوا لكم هاد الصود ديال مئة دولار يكون عندكم في البطاقة ديالكم هنه غتسولوني علاش درت بايونير هاد القضية هدي فبكل سهولة إخواني بايونير لتجأت لهذا الحل لأنها أصلا بايونير مديورة الفريلانسر يعني الأشخاص اللي كيخدموا في الانترنت كيقدموا واحد الخدمات وكيقبطوا المقابل ديالها وهدي بعض المتاجر وبعض المنصات اللي كتحقق لنا هاد الشرط هادا لذلك بايونير هنا كتأكد فعلا مئة في المئة باللي انت مليغة تاخد هذه البطاقة ديالك غادي تخدم بها ما غاديش تخليهات مما مستوكية عندك في الدار وضيعتهم في بطاقة يعني هذا هو السبب الرئيسي إخواني إذن غنجو الكيفاش غادي نحوله مئة دولار للحساب ديالنا بايونير وتقبل لنا سحب البطاقة فالطريقة إخواني سهلة جدا غندخل الفايفر أول حاجة غندير سنحاول نشأ الحساب ديالي بصفتي سنقدم واحد الخدمة في فايفر ثم من بعد سنختار شي خدمة من هاد الخدمات اللي كتبان أمامكم مثلا منتاج فيديو ولا أي خدمة المهم اللي عندنا هو أنني سنحاول ندير باللي تقديم هاد الخدمة مقابل مئة وخمسة وعشرون دولار سمعوا معي مزيان إخوتي هنا سنقدم لكم هاد الخدمة مقابل مئة وخمسة وعشرين دولار فكامما كتلاحظون مثلا هاد الشخص قدم الخدمة مقابل خمسة وعشرين دولار هنا خمسة دولار هنا خمسة دولار هنا أعشراء إذاا انا غنختار مئة وخمسة وعشرين دولار عليش غنختار مئة وخمسة وعشرين دولار ف promiغة نختار مئة وعشرين دولار غنقذ الحساب ديالي ونقذ فيه واحد الفيديو الى صورة وندمي الخدمة اللي بغيت نقدم يعني اتقدروا تنسخوا نفس هذه المعلومات اللي كنتين هنا لأن هذا الشيء ما لدينا نحن به التشغيرات المهم لدينا هو أننا سنحاول أن نقدم هذه الخدمة و سنقوم بمقابلها 125 دولار الحساب الذي سنحاول ربطه مع فايفر هو حساب بايونير وهنا انتهى الدور من هذا الحساب الذي سنشأه هنا سنصل إلى المرحلة انتهى الشراء بالنسبة للشراء لدينا جوجل طرق كذلك إما نشريه لرأسنا أو لا سنعطيه 125 دولار الشيء صديق عن طريق بايبال أو ديرك يعني من يدكليد دير تعطيه المقابل دير 125 دولار وهو سنحاول يكري واحد لكونت هنا يا فيضر و سنشري من عندك هذا السيريز بالنسبة لك إذا لم تريد أن تدخل الشيء واسعي بناتك وخفتي من النصب ما عليك سوى أن تأتي هنا وتبع طريقة تشيراء كيف ترى أمامك بعد أن نشئنا الحساب سنحاول أن نقوم بشيراء هذه الخدمة هنا سنقوم بكونتيني هنا سنقوم بما نخلصه بالبايبال أم لا نخلصه بالكريديد كارد بالنسبة للكريديد كارد هنا إذا لدينا بطاقة دولية يعني إذا كان لديك سياش بونك كود تراند أو باك سيدتي أو أي بطاقة دولية التي تقدر تشري بها من خارج المغرب فيمكنك هنا تشري هذه الخدمة أنت ستشريها بالدولار أو بالدرهم أو بأي حاجة ولكن بالنسبة لك أنت في الحساب الذي قدمت به الخدمة فارك ربطيه مع بايونير وبالتالي الفلس سيزولك البايونير وهذا هو الأهم عندنا وكم ملاحظة هذه 125 دولار التي ستكون حطيتي فتبقى عندك 100 دولار كاملة في الحساب ستكون لديك معاملات أو أي حاجة ولكن هذه 20 إلى 25 دولار فتبقى يلفيس أو الربح الموقع في فيضر كي يأخذوا مقابل الخدمة التي كنت تضع لديه وبالنسبة لك لكي تخسر 250 درهم وتستفيد من بطاقة بايونير فأنا تماما نرخيص ورخيص بزاف مقارنة مع الامتيازات الكبيرة التي ستقدم لك هذه البطاقة لما بقيش غادي تحتاج أنك تفكر للدوتاسيون وكذلك الاقتطاعات لي كيكونوا على كل أشياء أو كل شراء من الانترنت فهذه مجانية 100 بالمئة بمجرد وصول 100 دولار للبطاقة ديالنا هنا فإمكن لنا نسحب أي بطاقة بغينا والطريقة سهلة جدا فطريقة سحب البطاقة سهل جدا فما عليكم سوى وكذلك لنا كماندي كارت كندخلوا لها من بعد هنا كي طلعنا واش بغيتو كارت وهذه هي الكارت اللي قدرنا عليها سابقا هاد الفيرتويل كارت فقط هي بطاقة غيصفتو لك المعلومات ديلها أما هاد الكارت فهي عبارة عن بطاقة اللي ملموسة فمثلا إلا اخترت كارت كندير هنا كنختاره الدوفيز أو العملة اللي بغينا بها البطاقة وهنا كنديرو كماندي اون كارت فانا قمت بطلبها سابقا عند اتمام العملية غدهر لكم على هاد الشكل هادا أوردر نيو كارت هنا كارت اون اورو كماندي اللي هناني دجا ستلبتها وهنا في مرحلة تحقق يعني فيريفكاسيون ديل هاد الكوموند هادي من بعد غدي يصفتو ليا المعلومات غدي ناخد هديك المعلومات غدي تطلع لي هاد اكتيفي الكارت غندخل المعلومات اللي طالبي لي ها واللي غدي تكون هي المعلومات اللي صفتو ليا اون بروك عليكم اخوتي غدي يكون عندكم ديك الساعة لحق في استخدام هاد البطاقة بكل سهلة وكم علومة بالنسبة للناس اللي غد تختار فيزيكال كارت يعني الكارت فيزيكال غدي يحاولوا يطلبوا منكم تأكيد الادرس او العنوان اللي بغيتوا تتوصلوا بها بهاد البطاقة حاولوا العنوان يكون اكزاكت لان هذه البطاقة ستأتيكم في البارد وتقريبا المدة دي لها بين 30 حتى 40 يوم على حد اقصى بالنسبة لبعض المدن كارربات وكازا فتقريبا 25 يوم ستكون عندكم البطاقة في بعض الاحيان كنا كنت تصلوا بها في 15 يوم لكن الان مع هذه المشاكل تقريبا 25 يوم تقريبا نتمنى نكون جوبتا على جميع الاسئلة الاخوان الى عندكم اي مشكلة حاولوا طرحوه في التعليق الخاص بهذا الفيديو وحاولوا تبرتجوا هذا الفيديو لكي يوصل لأكبر عدد من الاصدقاء ولكن انت اخي اختي هدية اول زيارة لك القناة فاتنساش الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يوصل لكم الجديد اول باول